مبدأ الخروج من غروب الشمس و ذهب الصفرة هكذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم و اليوم ثمت ترتيب من حيث فتح الطرقات للناس و إزالة الحواجز المانعة من خروج الناس من عرفة و هذا إذا أزيلت الحواجز بعد مغرب الشمس و ذهب الصفرة فينصرف الناس ثمت مسألة و هي أن هناك تفويج أحيانا للحملات بمعنى أن من الحملات من ينصرف في أول وقت الدفع من عرفة هناك حملات من أول الوقت و هناك حملات تتأخر أحيانا إلى العاشرة الحدي عشر بناء على التفويج سواء عبر وسائل النقل السيارة أو عبر القطار الذي له توقيتات محددة في انصراف الحجاج من كان وقته مبكرا فيصلي المغرب و العشاء عند وصوله من كان وقته متأخر أحيانا يتأخر إلى وقت طويل في هذه الحال إذا كان سيخرج وقت العشاء قبل انصرافه فيجب عليه أن نصلي العشاء في وقتها لأنه الصلاة قال الله تعالى فيها إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا و الراجح في وقت صلاة العشاء أنه إلى منتصف الليل لحديث عبد الله بن عامر رضي الله تعالى في ذكر المواقيت و العشاء إلى منتصف الليل الأوسط فهو الوقت الذي ينتهي به صلاة العشاء و يعني قريب من 11.5 تقريبا شيء من هالقبيل و ممكن حسابه من خلال الساعات من مغرب الشامس و طول الفجر و عدد الساعات تقسمها إلى اثنين ثم تعرف منتصف الليل في عرفة أو في المكان الذي أنت فيه فإذا خشيت خروج الوقت فلتصلي و هنا و نبهنه بعض الحجاج ما يصلي يعني يقول الصلاة هي مزدرفة و لو أفضى ذلك إلى إخراجها عن وقته و هذا غلط يجب عليها أن يصلي الصلاة في وقتها و أحيانا قد تدركه الصلاة أو وقتها يوشك أن يخرج و هم في بصات في السير أو في السرة قد حجزهم المسير هنا نقول لهم أنت يعني صلوا ولو أنتم في آماكنكم مدام أنكم ما تستطيعون إلا هذا الذي هو حاضر بالصلاة على هذه الصفة فالله تعالى يقول فاتق الله ما استطعتم و النبي صلى الله عليه وسلم يقول صلي قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب يصلي على ما تيسر من حال سواء كان من حيث الطهارة و من حيث الاستقبال القبلة و من حيث ما يأتي به من أركان قيام و ركوع و سجود يفعل ما يستطيع من ذلك و يصلي لكن لا يخذ الصلاة عن وقته و أؤكد على هذا المعنى لأن بعض الحجاج يغفل يغفل مع هذا الزحام و نصلي في مزدرفة و لو أدى ذلك إلى أن نصليها في أخر الليل بعد خروج وقتها و هذا لا يجوز ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر